السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتعلم مع بعض أحكام التجويد وتصحيح التلاوة في سورة نوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرسلي السماء عليكم مدرارة يرسلي الرأي هنا مفخمة لإني هي ساكنة وما قبلها مضمون والسين واللام مكسورين أقصرهم كويس يرسلي السماء من اللام المكسورة على طول لحرف السين الألف اللي عليها صات دي واللام دي دي لام شمسية لا تنطق وهنا الألف اللي عليها صات صغيرة دي ده همزة وصلة ساقطة فالتنين هسقطه مش أقولهم يعني من اللام المكسورة للسين على طول والسين هنا مشددة فمعناها أن هي حرفين فاجيب الهمس بتاع السين يرسلي السماء هنا المد ده مد أربع حركات ده مد واجب متصل عليكم مدرارة الميم الساكنة وراها ميم مشددة هنا هتبقى فيها إضغام تمثلين صغير وهجيب فيها لنقول عليكم مدرارة والده المقلقلة لأن هي ساكنة والراء هنا والراءات دي هتبقى مفخمة مدرارة وقف بألف مد طبيعي يبقى قولي الآية تاني يرسلي السماء عليكم مدرارة ويمددكم الميم الساكنة فيها إظهار شفوي على طول أي ميم ساكنة في القرآن إظهريها وفي هنا عندي ده المكسورة وفي ده المقلقلة عشان ساكنة فاقول ويمدد ويمددكم هنا في ميم ساكنة وراه حرف الباق هنا هيبقى فيها إخفاء شفوي ويمددكم بأموال وبنين بأموال هنا تنوين وراه حرف الواو هنا هيبقى فيها إضغام بغنى بأموال وبنين ويجه ويجعل هنا الجيم مقلقلة لأن هي ساكنة ويجعل لكم هنا اللام في عندي تلات لمات لأن اللام المشددة دي معناها أن هي لمين ساكن ومتحرك وعندي لام بتاعت ويجعل اللام دي هتضغم في اللام المشددة فهنطأ لمين بس اللي هي المشددة أقول ويجعل لكم جنات النون المشددة غنى بمقدار حركتين أتكى علاش ويقول جنات وهنا تنوين وراء حرف الواو هيبقى فيها إضغام بغنى جنات ويجعل ويجعل لكم أنهار النون استكنة وراء حرف الهاء هنا هيبقى فيها إظهار حلقي هظهر النون كويس أقول و أنهارا أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا لا ترجون لا هنا في مد طبيعه ترجون الراء مفخمة لأن هي ساكنة ما قبلها مفتوح والواو هنا برضو ترجون هنا مد طبيعي لله وقارا ما أقولش وقارا لا أقول و وقارا وقد خلقكم أطوارا وقد الدال هنا مقلقلة لأن هي ساكنة خلقكم حرف الخ وحرف القاف مفخمين وحرف اللام اللي في النص ده مرقق فخلي بالي عشان ما كمان مفخموش معاهم أقول خلا خلقكم أطوارا الطاء مقلقلة عشان هي ساكنة وهي من حرف القلقلة أطوارا ألم تارو الميمة هي الميمة قلنا الساكنة هتبقى فيها إظهار ألم تارو تا التا مرققة والراء هتبقى مفخمة تارو كيف خلق خلق برضو الخاء والقاف مفخمين واللم اللي في النص مرققة أقول خلا خلق الله سبعة سبعة الباء هنا هتبقى مقلقلة سبعة سماوات تباقة التنوين ورا حرف الطاء هيبقى فيها إخفاء حقيقي سماوات تباقة وجعل القمرة اللام هنا بتاعت القمرة هتبقى لام هظهرها وحرف الميم أقول ما ما أقولش ما القمرة لا القمرة القمرة وجعل القمرة فيهن النون المشددة غنى بمقدار حركتين نور 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 وجعل التنوين ورا حرف الو اضغام بغنى نور وجعل الشمس هنا اللام دي لام شمسية لا تنطق بتاعت كلمة الشمسة وجعل الشمس على طول من اللام المفتوحة لحرف الشين والشين فيها تفشي أقول الش الشمسة سراجة بعد السين المفتوحة بتاعت الشمسة فيه سراجة السين اللي هي المكسورة فخلي بالي ان هنا فيه اتنين سين الشمسة سراجة والله 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 أم بتكم هنا النون النون دي هنقلبها الميم لما يجي وراه حرف الباق ده اسمه إقلاب أقول أم أم بتكم الميم استاكنة وراها ميم مشددة هنا تبقى إضغام مثلين صغير أو الأنبتكم من الأرض الهامزة هنا مراققة والرأة تبقى مفخمة الأرض نباتة ثم يعيدكم فيها الثاء من الحرف الاسواء اللي بخرج فيها طرف اللسان والميم المشددة غنى بمقدار حركتي نقول ثم يعيدكم أضم كويس يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج حرف الخاء من الحروف المفخمة هو ساكن هنا أقول ويخرجكم إخراج والله والله جعل لكم الأرض بساطة بي بساطة لتسلك منها همس السين لتسلك منها النون استاكنة وراء حرف حرف الهاء هيبقى فيها ازهار ازهار للنون منها سبلا فجاجة تنوين ورا حرف الفاء هيبقى فيها اخفاء حقيقي سبلا فجاجة قال نوح الرب إنهم عصوني قال نوح الرب هنا تنوين ورا حرف الراع هيبقى اضغام بس من غير غنى قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده واتبعوا هنا مشددة فمعنى أني حرفين ما اللم هنا إنهم ساكنوا ورا حرف اللم اضغام بس برضو من غير غنى يزد يزده قلقلت الدال ماله هنا بعد حرف الهاء في الواو صغردي ده صلة صغرى بمده حركتين وولده إلا خسام